موسيقى قبل ايام قليلة على حلول عيد الاطحى المبارك ما زالت الصورة بالاسواء اللبنانية مرسومة بالابيض والاسود محلات تجارية مطاعم ملاهي ومنتزهات غابت عنا الوان السواح اللي كانوا يتوافدوا على لبنان بالالاف لتمضيت فترة العيد والتمتع بخريف لبنان المميز نحن نعتمد على السواح كبالة بلد سياحي فإذا ما فيه سياح ولبناني الله يساعدوا زيتوا أقصاد المدارس وزيتوا مدرشو والتابعة شو بديوا يساوي اللبناني ما فيه شي نحن اللبناني ما عارفين نعيش ما فيه لسواح ولا شي موسيقى فللأسف ما فيه لا فيه رهجة تعيد ولا فيه سواح ولا فيه حدا والله يستر من المحلات التجارية إذا ما بتعلم إفلاسة بعد ما عارفين لو أموصل لا فيه عالم لا فيه ناس لا فيه حدا فاضي الحم رأي تشوفه يا معيد الوضع مبين مو مو زيادة حبيبة موسيقى الحجوزات بالقطاع الفندق عم تسجل تراجع بهالفترة من 100% إلى أقل من 80% وفترة الإقامة بالفنادق انخفضت من 15 يوم إلى حدود الخمسة أيام ولم ينفع بالفنادق انخفاض أسعار الغرف والخدمات المميزة اللي عم تقدمها للزبائن بالنسبة للعيد مثل ما بتعرف انت العيد هو عبارة عن 3 أربعة تيام ما فينا ما نقول انه حيكون فيه حجوزات بس هل هي الحجوزات مثل ما كانت قبل؟ لا اليوم الأسعار عم تكون كتير متدنية بالنسبة لشو نحن عم نعرض بالسوق الـ type of clientele يعني أنواع الزبانة اختلفت كان يجينا ناس من الدول العربية اليوم عم نشوف ناس أكتر من العراق وما من سوريا ليتلي مؤخرا عرفنا أنه الحدود مع لبنان من سوريا ممكن ما تفتح يعني كمان هيدا حيأكس كمان من حيث السياحة سلبة على البلد نحن تعودنا أنه it's very last minute العيد الأطحى هلأ فترتها كان من فترة من خمس سنين فترة يجري كانت عشر تيام هلأ عم تكون تقريبا بين خمس تيام وست تيام قلت الفترة الزمنية المشهد العام ما زال هو نفسه من ثلاث سنوات فالقطاعات السياحية عم تسجل تراجع كبير بأعداد السواح الأجانب والخليجيين مؤابل فور غير معتادة بالعراقيين والسوريين المغتربين اللبنانيين عم يجنبوا زيارة لبنان بظلها الأوضاع بيروت تحولت من مركز للإقامة إلى محطة الترانزيت بيعبروا منه الوافدين إلى الدول العربية والأجنبية لا معايا تبرا بس جيت لزور الأهل قبل العيد يعني صار تواجد السياحة فيها الخليجي اللي كان يلعب دور كبير هذا خف هلأ هلأ فيه سواح عرب محترام هلأ ما نذكرون هذول إجبوا صورة قهرية يعني ما جئين على أساس سواح خليجية ما فيه بس أرائي ما فيه السياح بس أرائي هون من قابل العالم بيسألونا شو الوضع وين فينا نروح وين هيدا فيه أمان منقلهم عادي تنقلوا بطريقة طبيعية يعني اللي بيجي أي ما بيعرف بس كونه اللبناني بيعرف أكيد يعني فيه أكيد من سوريا ومن الأردن وهيك نعرف كتير على بقى جايين شمت هوا يعني نرجع يعني نعيد ونرجع أنا الطمانينة موجودة باي بلد عربي نيجي نشعر بالطمانينة نين احنا في بغداد لا تسألونا عن الطمانينة يعني لا والله جايين بشغل لأنه سفارات عنا ما فيه عندنا شغل هون المناسبات والأعياد اللي كانت كفيلة برفع الحركة التجارية والسياحية أصبحت مع ترد الأوضاع الأمنية والسياسية تكرار ممل ما بيحمل غير ذكريات الزمن الجميل يا سعيني رح ترجعيني تجعيني شغل نرجعيني وانسيني عقاب الطفولي فأركض بشمس الترقى اشتركوا في القناة